هو الفنان الكبير بيومي في وقت إزاي حضرتك؟ إزاي كفن؟ عامل إيه؟ لا أخليك فن إنت مقل ليه؟ هلأ، إنت حسدت ولا فيه إيه؟ يعني أنا آخر مرة قابلتك، كنت بقولك كتير أوي دلوقتي إنت فيه؟ إنت مقل ليه فجأة؟ آه، بناءً عن رغبة جماهيري بقى قلت أبا مقل يعني السوزة بحضرتك سمعت طبعا اليومين دول إن المسلسلات أساساً قلت جداً جداً الحمد لله رب العالمين أنا بعمل لأول مرة بطولة بطلقة إنتاج الأستاذ ويل عبد الله مسلسل بنعمله وإخراج الأستاذ عادل أديب أخويا أخوها حضرتك إن شاء الله ده إيه الصدفة الجميلة دي لديه الشرف بإيهز لله هنشتغل في فبراير والله المستعان الحمد لله تعرض علي حاجات كتيرة ومميزة ونفسي فيها بصراحة هتجنن بعملها بس خلاص حتى اللي بيتالي علي بيقول لي أنت كنت كل سنة طول عاوز عمل مسلسل واحد وبتعمل أربعة وثلاثين مسلسل قلت له من لما كان قلت أنا اللي برجع في كلامي لكن المراضي خلاص بقى المراضي فيه عقود وفيه حاجات يعني أنت السنة دي هتعمل مسلسل واحد بس إن شاء الله فقط بس دلد مش معنى يعني إيه اللي أقنعك أوي كده قالوا بقى حان الوقت إنك تعمل مسلسل بتاعها خلاص والله أستعان يعني لو فضلت طول عمري أعمل حاجات الدور تاني والدور تالت والكلام ده لإني كان لها منطق بقول إنه النجوم بتوعنا الفنان معهود المليجي فنان عبد الكياسي وفنان كتير عمره بكره أبطال بس هما نجوم طبعا وإنت أدوارك دايما في كل مسلسلات إنت نجمي الحمد لله لها الشرف يعني أنا بتفرج على الكبير قوي كذا مرة عشا أتفرج عليك طب بلا بارك فيك وجرر أنك تطلع لابس البارط وابيت بس حبيبي أدائك دايما جيد جميل مهما عملت عدد ما فيش حاجة بتطلع منك وحشة الحمد لله يا فهدي اشتركوا في القناة